نفى مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي لقناة الحدث الأخبارية التصريحات التي نسبت إلي حول التنازل أو التخلي على إحة المطالب من دولة قطر وأوضح المعلمي أن ما يهم الآن هو الالتزام بالمبادئ الستة الصادرة عن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عقب اجتماعهم بالقاهرة وقال المعلمي أنه على قطر تنفيذ كل المطالب التي قدمت لها وضف أنه لن تقوم لقطر قائمة وهي تستقوي بالخارج وأكد أن قطر ليست محاصرة وهي تهول الأمور أكثر من اللازم مضيفا أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ستلجأ إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن إذا لم تستجب قطر أنا بطبيعة الحال لم أقل هذه العبارة التي وردت في وسائل الأعلام المختلفة ربما وردت على لسان إحدى وسائل الإعلام ونقلتها البقية نقلتها الآخر لكن أنا لم أتحدث عن المطالب أو عن التخلي عن هذه المطالب وإنما تحدثت فقط عن أن المهم الآن هو الالتزام بالمبادئ الستة التي وردت في بيان وزراء خارجية الدول الأربع عقب اجتماعهم الأخير في القاهرة بحكم أن هذا البيان هو آخر موقف صدر ويعبر عن وجهة النظر الجماعية لجميع الدول المشاركة في هذا الموضوع المسألة ليست مسألة تنازل أو عدم تنازل المسألة أولا المطالب الثلاثة عشرة التي تم الحديث عنها الدول الأربع ذكرت أنها أصبحت منتهية بانتهاء المهلة التي منحت لقطر للالتزام بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر